مولانا ما يحدث على الأراضي الفلسطينية من شنائع وفظائع ومجازر يخليني أسأل عن أخلاقيات الحرب يعني حتى الحرب لها بالتأكيد أخلاقيات وأظن بل أنه كل الظن هو أنه الإسلام وضع وكأنها مجموعة من المعايير أو الشروط أو وثيقة كبرى لأخلاقيات الحرب سابقة على كل الوثائق والمعاهدات الدولية أحسنت بسم الله الرحمن الرحيم أولا الحرب وصفت في القرآن الكريم بوصف منفر قال الله تعالى حتى تضع الحرب أوزارها الله يفتع عليك والله قيد الحرب في القرآن الكريم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ما فيش اعتداء ولا تعتدوا وذكر الله السلام ومدة السلام وما يشتق منها مية تلاتة وتلاتين آية آيات الحرب ستة يعمل بقى النسبة آيات الحرب ستة آيات السلام مية تلاتة وتلاتين آية تخيل؟ والأصل هو السلام بنقول بقى في الفقه عندنا في جامعة الأزهر ومصنفات الفقه الحرب في التشريع الإسلامي ضرورة ملجئة أوجدها أعداء الإسلام مش إحنا اللي أوجدناها هم اللي أوجدوها ومع ذلك أنت حضرتك أشرت إلى وثيقة سبقت جميع المواسيخ الدولية سواء في معاملة الأسرة سواء في اجتناب قتل الأطفال أو النساء أو إتلاف الأموال هنيجي بقى بإيجاز نشوف سيدنا النبيع السلام بيقول إيه بيقول لا تغضروا ولا تقتلوا وليداً اللي هو الطفل ولا امرأة تمام؟ ولا تعقروا بهيمة إلا لمأكلة يعني زي قلتم معتاجين خروف ماعز مش عارف إيه ولا تحرقوا شجراً يعني كل دي الإسلام جعل لها ضوابط ومحاذير حتى رجال الدين اليهودي والمسيحي الرسول الصلاة والسلام نهى عن الاعتداء عليهم قال إنكم ستمرون على قوم حبسوا أنفسهم في الصوامع ها؟ بقوا بلغة الصعيدة الجليات يبقى هنا قال إيه؟ فلا تتعرضوا لهم دعوهم وما تفرغوا له يعني هقولك المفاجأة الصارخ رجل الدين اليهودي ورجل الدين النصراني له حصانة يمكن مش لعلماء المسلمين لأن الرسول الصلاة والسلام قال إياكم ولذلك في الفقه الإسلامي قال إيه؟ الراهب والقسيس والحاخام أحرار لا يؤثرون يعني لو حصل أي والله في الإسلام يعني لو حصل حرب وبعدين إيه؟ حصل من ضمن الحرب إن إيه؟ إن تم أسر حاخام أو تم أسر قسيس أي رتبة كناسية أو رتبة يهودية الأحرار لا يؤثرون لا يعدون من الأسرة ده في التشريع الإسلامي المصنفات الفقهية واللي أنا كنت بدرسها وكتبت كتابين في هذا كتبت كتاب موسوعة الجهاد في الإسلام وكتبت بقى اختصرته الجهاد المشروع في الإسلام اللي هو جهاد الدفع وليس جهاد الطلب الأمر الثالث قد تعجب إن في المصنفات الفقهية النهي عن استخدام أسلحة الضمار الشامل قبل الاتفاقات المعصرة عبروا عنها الفقه بإيه؟ قالوا لا تستخدم السهام المسمومة السهام الإيه؟ المسمومة المسمومة لها سبقت بقى القنابل النووية والهيدروجنية والزرية كل ده محرم في التشارع الإسلامي ده أخلاقيات الحرب في الإسلام بضدها تتميز الأشياء حضرتك إحنا مش بندين حد إلا بمسوخ فلما ترى الاعتداءات الأوروبية من أيام الحملات الصالبية وتجد الآن على أرض الواقع ما يفعله الصهاينة في قتل النساء والأطفال والمصابين والعجزة والمعوقين كل ده ضد الشرائع وضد القوانين وضد الإنسانية ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أنبأنا عن ذلك بس مين يقرأ؟ تزعلش منه ومين يسمع ربنا بيقوله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلوه أذن بيان واضح الله تعالى أخبرنا عن صنيع بني إسرائيل في البشر أولاً في الآي القرآنية كلما أوقضوا ناراً للحرب أطفاءها الله من يظن أن بني إسرائيل في الماضي أو الحاضر أو المستقبل قوم سلام يبقى واهم لأن ربنا قال كلما أوقضوا ناراً للحرب أطفاءها الله قال الله عز وجل فبما نقضهم عن بني إسرائيل مثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً أنا أسألك سؤال وأقدموا للعالم المتدين وغير المتدين المادي وغير المادي ماذا بعد قتل الأنبياء هو أنتوا نسيين قتل سيدنا يحيى أو يحنى المعمدان عند أهل الكتاب وقلوا لأتلوا بني إسرائيل وخططوا لقتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم عدة مرات وقولهم على مريم بهتاناً عظيماً يعني الإسلام ينظر نظرة الإجلال والإحترام إلى العفيفة الطاهرة البتول ستنا مريم عليه السلام شوف بقى أبن إسرائيل بقولوا عليها إيه وعلى سيدنا المسيح ابن مريم المسألة في أوروبا وأمريكا مسألة مصالح مش مسألة أديان صدقني لكن إحنا هنا بنقول إيه الإسلام رحمة بيعلمنا الرحمة حتى في الحروب يعني شوف النبع السلام إما يقول اذهبوا فأنتموا الطلقاء ولما يعرض عليه أنه هو يطبق عليهم الجبلين مالك الجبل يقول لا عسى أن يخرج من أصل بهم من يوحد الله اللهم هدي قومي فإنهم لا يعلمون الأصل السلام في الإسلام الحرب استثناء في وصف منفر كما قلنا الآية حتى تضع الحرب أوزارها الإسلام بيحافظ على الأبدان والأعراض والممتلكات لأن نبي الإسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن شاء الله نصر الله قادم للمستضعفين في فلسطين ومسلم الرهنجة وغيرهم لأن ربنا وعدوا وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا